بملاك تسيمة اللي حيدير بكرة المباراة اللي هي التسعين دقيقة في ضميره وفي زمته موليد تلاتين ديسمبر الف تسعمية وتمانين يعني عنده تمانية وتلاتين سنة ولد في قدس أبيب العاصمة درس علم الاجتماع يعني حده برضه مؤهل تخرج من الجامعة عام الفين واثناشر شغال دلوقتي في البحث الطبي والإكلينيكي بدأ مسيرته التحكمية في 2003 يعني خبراته التحكمية 15 سنة حصل على الشارة الدولية من الفيفا في 2009 في تولي لعب مطشات كتيرة جدا في دوري أبطال أفريقيا وفي كأس الأمم الأفريقية 2015 و2017 وحكم في كأس العالم للشباب 2017 وقدر مباريات أيضا في تصفيات كأس العالم تسيمة بالنسبة للنادي الآلي أدار ست مباريات في البطولة الحالية أدار ست مباريات في دوري الأبطال منهم مباراتين للآلي ومباراتين للتراجي وفي المباراتين الفرقتين فازوا يعني لا لأهل خسر مع تسيمة ولا التراجي خسر مع تسيمة في تاريخه لعب خمس مطشات للنادي الآلي في السنوات الأخيرة في مختلف البطولات سواء في البطولة الحالية أو اللي قبل كده أو في الكونفدرالية الآلي في الخمس مباريات اللي أدارها ليه تسيمة حقق الفوز ثلاث مرات وتعادل مرتين يعني الآلي لم يخسر طوال تاريخه والحمد لله وإن شاء الله يكون فالو عليه الكمال لم يخسر مع هذا الحكم في الخمس مطشات كسب ثلاث مرات وتعادل مطشين أشهر الكرت الأصفر خلال مباريات الآلي أربع مرات لكنه لم يشهر الكرت الأحمر أبدا وما حسبش أي بنالتي يعني في عقبته التحكمية ما هواش سريع السفارة فيما يخص أخطاء ضربات الجزاء متقن شوية ربنا يسبته في 21 إبريل دي مطشاته مع الأهلي حنشوف سجل الحكم مع النادي الأهلي ونتائجه لك طيب تسيمة الحكم تسيمة هيمة ما ملاك الحكم الأسيوبي زي ما قلتلكم أدار خمس مباريات للأهلي من قبل الأهلي فاز في الثلاثة وتعادل مرتين والسي في أو رصيد الخبرات ربما يبقى فيه مؤشر لشخصية الحكم لطبيعة الحكم لوضعية الحكم ربما يبقى في الثلاثة وتعادل مرتينة للأهلي من قبل